علي الحازمي ضيفي من جدة للحديث أكثر حول هذه التكتلات وإيضاً الشلالية وبعض السلبيات التي يعاني منها مجال سيدارات الغرف التجارية أهلاً بك أستاذ علي على شاشة الإخبارية أهلاً أخي محمد بالسادة المشاهدين هياك الله أستاذ علي في البداية هل تعتقد أن الصفات أو بعض الصفات يعني اللي فيها تلميع الذات وتغليب المصلحة الشخصية بالفعل موجودة في بعض مجالس إدارات غرفنا التجارية نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على الاستضافة أولاً أهنئكم على هذا الطرح الجريء ربما كان هناك تطرق لمثل هذا الأمر ولكن كان على استحياء كبير الدخول حقيقة إلى أنا أستطيع أن أسميه عشة دبابير في هذا الأمر حقيقة يعتبر يحسب للقناة الإخبارية يحسب لمن قام بهذه التقارير نعم نعود إلى السؤال نعم هناك شلالية الآن السؤال الذي نستطيع أن نستشفه ونطرحه هل الغرف التجارية أضافت للمجتمع للأفراد للنخف المجتمع الإجابة لا والسبب أنها تعمل حقيقة بمعزل كبير عن المجتمع الأمر الآخر ربما الأشخاص الذين يتواجدون في مثل هذه الغرف حقيقة لو سألت سؤال مباشر ما هي أهداف الدولة ماذا تريد الدولة من القطاع الخاص أنا أتوقع بأن الإجابة لن يكون هناك إجابة أنا في اعتقادي الشلالية موجودة الوجوه تتكرر حقيقة في هذه المجالس ما شاهدته من تقرير لكم بالأمس حقيقة وجود شراء للأصوات ما هو إلا دليل واضح على أن هذه المجالس تحضر الفزع القبلية أو كما يطلق عليها الفزع المكارثية حقيقة للمجتمع أنا في اعتقادي تدخل وزارة التجارة أصبح أمر حتمي الآن نعلم بأن هناك أنظمة وتشريعات الذي لا نعلمه من يحمي هذه الأنظمة والتشريعات من مثل هؤلاء الذين يتكاثرون عند قرب أي انتخابات بعض الغرف التجارية لا نرى لها أي نشاطات إلا مع قرب انتهاء هذه الفترات حقيقة أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كثيرة نريد استضاحها سواء من الغرف أو الجهة الإشرافية على هذه الغرف طيب استدعني هل تؤيد ما ذهب له بعض المراقبين بأن وزارة التجارة يجب أن تتدخل في وضع أهداف ومتطلبات لكل مجلس إدارة جديد يعني الحد الأدنى من هذه المتطلبات أنت تقول أنك لا ترى هذه الوجوه وهؤلاء الرجال الأعمال إلا مع قرب الانتخابات والنزول لصفوف الناخبين اللي هم أصحاب السجلات التجارية نعم طبعا الغرف التجارية بمفهومها العالمي هي عبارة عن مؤسسات خدمية تضمن تواجد التجار ورجال الأعمال من أجل تنمية اجتماعية من أجل وجود اقتصاد محلي قوي من أجل وجود خلق اقتصاد أو منافسة للاقتصاد الداخل ينافس عالميا هذه المحاور وهذه المرتكزات إن لم تخرج من هذه الغرف فمع احترامي تصبح هذه الغرف هي عبارة عن نوادي ترفيهية لمن يعمل فيها اليوم حقيقة يعني ربما من يتواجدون في هذه الغرف لتحقيق إما مصالح شخصية إما للاستفادة من الامتيازات والأموال الموجودة داخل هذه الغرف اليوم النظام يجيز للغرفة التجارية بأن يكون لديها ثلث المجلس يعين عن طريق الغرفة التجارية أو عن طريق وزارة التجارة الاستمرار بهذه الكيفية أنا في اعتقادي أصبح أمر مطلوب بأن يصبح ثلثين المجلس يعين حقيقة من وزارة التجارة وجود كفاءات داخل المجلس أمر مهم وجود تكاملية أمر مهم عندما تنعدم الخبرات داخل هذا المجلس ويغلب عليه الشلالية فإن الأهداف والمحاور المرجوة من هذه الغرفة التجارية حقيقة هي تنعدم ليس من المنطق يا سيدي أن يكون غرفة تجارية لا يوجد فيها عدو يتحدث اللغة الإنجليزية مع العلم بأن هذه الغرف جزء من مهامها هي تلمس الفرص الاستثمارية ومحاولة عرضها على الجهات الاستثمارية الخارجية ليس من المنطق في بعض الغرف خاصة التي توجد في أطراف مناطق المملكة من يترأسها لهم مصالح شخصية تخيل أحيانا يكون رئيس المجلس يملك سلسلة مطاعم كل الولائم التي تأتي إلى هذا المجلس هي عن طريق المطاعم يعني نصف الاشتراكات التي تأتي لهذه الغرفة هي تذهب إلى جيب هذا الرئيس في المجلس إذن هناك خلل والمعالج في هذا الخلل لابد من الاعتراف بهذا الخلل أولا هناك نقطة مهمة أستاذ علي أن تأثرتها وهي التأهيل العلمي هذه نقطة هامة جدا فيما يتعلق بأن بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يتحدث اللغة الإنجليزية ولا حتى اللغات الأخرى وبالتالي واحد من أهم أهداف هذه المجالس اللي هو جذب الاستثمارات الأجنبية يلغى أو لا يستطيعون هل تعتقد أن الاشتراطات يجب أن تكون صارمة فيما يتعلق بشهادات هؤلاء المنتخبين أو المرشحين؟ نعم أنا أتفر يعني اليوم المملكة ترى بأن 70% إلى 75% من أبناء هذا الوطن هم حقيقة من الشباب الذي تعول عليه كثيرا اليوم نرى في الوزارات حقيقة وزراء ووكلاء وزارة لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة ولا 40 سنة ما نلاحظه اليوم في الغرفة التجارية بأن هو نادي للمتقاعدين باختصار شديد يعني الاستفادة من بعض الامتيازات نعم إذا ذهبنا للاشتراطات واحد من الاشتراطات للترشح للغرفة التجارية هو أن تقرأ أو أن تكتب يعني في اعتقادي بأن العالم اليوم لا يكافح الأمية يكافح الأمية من حيث استخدام وسائل التكنولوجيا وليس من حيث القراءة والكتابة أنا في اعتقادي يعتبر خلل وعيب أن يوضع هذا الشرط من يريد أن يترشح أن يقرأ ويكتب هذا موجود استاذ علي في الاشتراطات؟ هذا الموجود في الاشتراطات؟ نعم موجود في الاشتراطات طيب خلينا ناخذ الشلالية موجود في الاشتراطات ولا يشترطوا حد أدنى طيب موضوع الشلالية استاذ علي فيما يتعلق أنا أتفق أما من ناحية الشلالية فضل يعني هل هي تنطلق وتبدأ من الانتخابات تبدأ من الانتخابات يعني الشلالية عندما يتكتل مجموعة من رجال الأعمال ويحددون مهامهم ويحددون أيضا المسجر الانتخابي تبدأ الشلالية من هنا وتنتقل إلى المجلس ويصبح المجلس مقسم هل هذا صحيح؟ نعم وهذا صحيح وهذا ما يحدث أنا اليوم أجزم بأن كثير من الغرف التجارية لو تسأل ماذا يريد الوطن منكم ماذا يريد الوطن من القطاع الخاص وما هي النسبة المستهدفة ليشارك القطاع الخاص فيه في الناتج المحلي أنا أجزم بأن لا أحد يعرفها اليوم ربما اليوم القطاع الحكومي هيئة المنشآت الصغيرة متوسطة وزارة التجارة الجهات أو الوزارة تعلم أكثر مما يجب أن تعلمه أو مما يتعلمه حقيقة الغرف التجارية لأن الشغل الشاغل لهم كيف الاستفادة بوضع شخصي من هذه الغرف وتمرير هذه الفترة والوجاه يعني سواء من الاستفادة بالامتيازات المالية أو غيرها وجاه هذا لا خلاف عليه اليوم إذا سألتني هل نحن مجتمع مدني أنا أستطيع أن أقول بأن على مستوى الدولة نعم أما على مستوى الانتخابات التي تحاول الدولة زرع المدنية حقيقة من ناحية سواء انتخابات للغرف التجارية انتخابات المجالس البلدية هذه الانتخابات التي تحدث منها الدولة أن يكون لدينا ديمقراطية في اعتقادي بأنها أنشأت لدينا مجتمع رجعي قائم على القبلية قائم على الشلالية قائم على الطائفية حقيقة لم نحقق الأهداف المرجوة لذلك يجب أن توضع الغرف التجارية تحت وصاية وزارة التجارة حقيقة لانتخاب على الأقل ثلثين من هذا المجلس ويمكن أن يحل هذا الأمر من خلال يعني فيه اشتراط الآن اللي يعرفون أنه عشان تكون رئيس غرفة يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من الشهادة العلمية وأيضا تتحدث اللغة الإنجليزية أتمنى أن يعمم هذا الشرط بالعكس بل نريد رجال أعمال يحملون شهادات علية فيما يتعلق بالاقتصاد لم يعد لدي المزيد من الوقت أستاذ علي الحازمي المحلل الاقتصادي متحدثا عن الشلالية وأيضا سيطرة الأفراد على مجالس الإدارات في الغرف التجارية شكرا جزيلا لكم